السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل متابعنا يارب دايما تكونوا بخير وسعادة في فيديو النهاردة هنشوف الفنانة دنيا سامير غانم بتفاجئ جمهورها بالزهور الأول لابنتها قيلة على المسرح نسخة تبكي الأصل من جدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز هنشوف التفاصيل بالفيديو بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة ضروري جدا علشان كل الجديد يوصل لنا حرص الإعلامي رامي ردوان زوج الفنانة دنيا سامير غانم على إعادة زوجته لنشاطها وحياتها الطبيعية بعد حزنها الشديد وفترة الحداد الطويلة على وفاة والديها الفنان سامير غانم ودلال عبد العزيز ونشرت الفنانة دنيا سامير غانم عبر خاصية ستوري على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها في مرحلة أو في رحلة برفقة زوجها في مدينة الفيوم وعلقت قائلة يا بلدنا يا أجمل بلد في العالم مصر الفيوم وفجأت الفنانة دنيا سامير غانم جمهورها ومتابعيها أثناء عرض مصرحيتها أنستونا التي تقدمها بقيادة المخرج خالد جلال وعرضت خلال الشهور الماضية وحققت نجاحا كبيرا وحصلت على إشادة واسعة من الجمهور وكشفت دنيا سامير غانم للمرة الأولى عن ابنتها قيلة حيث أحضرتها معها في إحدى ليالي عرض المصرحية لتصعد على المصرح ويقوم المخرج خالد جلال بتقدمها واصفا إياها بأصغر متفرجة ومتفرجته المفضلة بيشارك في مصرحيت أنستونا مجموعة من الفنانين منهم بيومي فؤاد وسامي مغوري وكريم عفيفي من إخراج خالد جلال وسبق وأن أعربت الفنانة دنيا سامير غانم عن سعادتها بنجاح المصرحية وقالت أنها تجربة من الحاجات اللي مخليها سعيدة ورد فعل الجمهور كان مختلف وحسيت بإحساس جديد ده ما كنتش حسيته قبل كده وحبيته جدا وسعيدة أن بداية عرض المصرحية في مصر ويذكر أن فيلم تسليم أهالي كان آخر أعمال لدنيا بالمشارقة مع والدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وبيومي فؤاد ومن إخراج خالد الحلفاوي تمنياتنا للفنانة دنيا سامير غانم بمزيد من التقلق والنجاح وربنا يخرجها من الأزمة دي على خير وترجع لمتابعيها بالسلامة بكده يكون فيديو النهاردة خالص انتظرونا في فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر